ابنائي وبناتي طالبات وطالبات الصف الثاني الاعدادي اهلا ومرحبا بكم وفيديو بديد من فيديوهات الرياضيات النهاردة ان شاء الله احنا اخد جبر وناخد بعض التمارين على ميل الخط المستقيم ومعاكم ميل الخط المستقيم طبعا عشان نجيبه فيه قانون ميل الخط المستقيم يا ولاد بيسوي التغير في الاحداث السيني الصادي على التغير في الاحداث السيني يعني بمعنى تاني ان ميل الخط المستقيم يا ميس نقدر نعمل له قانون اه صاد اتنين ناقص صاد واحد على سين اتنين ناقصين واحد تمام تعالوا ناخد مسال على الكلام ده وازاي نطبق القانون في المثال اوجد ميل المستقيم المار بالنقطتين الف تلاتة واحد وبه اربعة وتلاتة قبل ما نجيب الميل لازم نكتب القانون ميل الخط المستقيم بسوية ولادي يلا مع بعض صاد اتنين ناقص صاد واحد على سين اتنين ناقص سين واحد يلا بنا نعود النقطة الف من فضلكم هنكتب عليها تلاتة واحد دي هنسميها سين واحد وصاد واحد النقطة به هسميها سيني اتنين وصد اتنين. يبقى كده نعوض اني تلاتة ناقص واحد على اربعة ناقص تلاتة هيطلع الميل بيساوي اتنين. ناخد مثال اخر وجد ميل المستقيم المار بالنقطتين الف باتنين وسالب واحد وبه باربعة وسالب واحد. قبل اي حاجة فاكريني القانون اه طبعا ميل الخط المستقيم او ميل المستقيم الف به بيساوي فرق الصادات على فرق السينات. يعني صاد اتنين نقص صاد واحد على صين اتنين ناقص سين واحد. ركزوا كويس في اللي انا هقوله. النقطة قبل ما نبدأ بنحل النقطة الف زي هنكتب عليها بالقرم الرصاص بالخفيف. سين واحد وصاد واحد. والنقطة به سين اتنين وصاد اتنين. ونبدأ نحل يبقى صاد اتنين سلب واحد ناقص صاد واحد سلب واحد. وعلى سين اتنين اربعة ناقص اتنين. وهنبدأ نجيب الميل. الميل هيطلع سفر. ليه بقى ميل الخط المستقيم? ازا كان الميل بيساوي سفر? احنا اخدناها قبل كده. يبقى ده خط مستقيم بيوازي محور السيناء. طيب ناخد مثال تاني. في كل مما يأتي. ومثال مهم اثبت ان النقط الف وبه وجيم تقع على استقامة واحدة. عشان ناسبت ان هي تلات نقطة تقع على استقامة واحدة اعمل يا اولاد. هجيب ميل الف بي. واجيب ميل به جيم. لو طلع ميل الف بيساوي ميل به جيم يبقى به دي نقطة مشتركة بين الف وبه وجيم والنقط الف وبه وجيم وتقع على استقامة واحدة. يلا بينا نشوف النقط بتساوي ايه? اولا نقطة بيه باتنين واتنين. نقطة جيم بسالب تلاتة وسالب تلاتة. هنبدأ نجيب ميل الف بي بنفس الطريقة. فرق الصدات على فرق السند. اتنين ناقص واحد على اتنين ناقص واحد. حيطلع واحد. نجيب ميل به جيم. ميل به جيم بيساوي ايه يا اولاد? بيساوي صد اتنين ناقص صد واحد على سين اتنين ناقص واحد. سالب تلاتة ناقص اتنين على سالب تلاتة ناقص اتنين حيطلع واحد. ملاحظين حاجة? اه. ملاحظين يا ميس ان ميل الف بي بيساوي ميل جيم. تمام. ازا الف وبهو جيم. التلات نقط دول بتقع على استقامة ايه? واحدة وهو المطلوب. احنا اخد مسال تاني ان شاء الله. اوجد قيمة كاف بحيس يكون المستقيم المار بالنقطتين تلاتة واربعة. واتنين وكاف موازيا لمحور السنة. احنا لسه اينين في المسال اللي قابله. ميل المستقيم الموازن لمحور السنة يا اولاد بيساوي ايه? ها? بيساوي سفر. تمام. يبقى المستقيم اللي بيوازي محور السنات ميلو بيساوي سفر. طب نخطب القانون كده صاد اتنين نقص صاد واحد على سين اتنين نقص صاد واحد المفروض هيساوي سفر. تمام. هنعوض عن صاد اتنين بكاف نقص صاد واحد باربعة على سين اتنين باتنين نقص صاد واحد بتلاتة وحنسويهم بالسفر. هنساوي آآ كاف نقص اربعة على سالب واحد بتساوي سفر يبقى سالب واحد في سفر بس ايه? بسفر. معنى كده ايه? معنى كده ان كاف نقص اربعة حيالا هتساوي سفر. ومن هنا هنخلي كاف تقعد لوحدها. يبقى سالب اربعة يروح الناحية التانية يغير اشارة. هيبقى كاف بتساوي اربعة. وبكده نبقى جبنا قيمة كاف. ناخد. ناخد مثال جديد اوجد بيه للمستقيم الف بيه. حيثو الف بسالب واحد وتلاتة وبه باتنين وخمسة. وهل النقطة جيم اللي هي تمانية واحد بتنتمي لالف بيه? طيب. نجيب الجزء الاول من المطلوب هو طالب ميل الف بيه. وزي ما احنا عارفين الميل بيساوي فرق الصادات على فرق ايه? السنين. يبقى صاد اتنين ناقص صاد واحد على سين اتنين ناقص سين واحد. وزي ما قلتلكم وعلمتلكم. النقطة الاف نكتب عليها بالقلم الرصاص. سين واحد وصاد واحد. والنقطة به اللي اتنين والخمسة سين اتنين وصاد ايه اتنين. ونبدأ نعوض هتبقى سين صاد اتنين بخمسة ناقص صاد واحد بتلاتة. يبقى خمسة ناقص تلاتة على سين اتنين باتنين ناقص سالم واحد. هيطلع الميل باتنين على تلاتة. السؤال الجزء التاني من المطلوب هالنقطة جيم اللي هي بتمانية واحد بتنتمي الالف بيه? طيب ازاي نحلها ونعرف? هنجيب ميل بيه جيم. لو طلع ميل بيه جيم بيسوي ميل الف بيه? يبقى فعلا نقطة جيم. جيم دي نقطة مشتركة ويبقى نقطة جيم بتنتمي ايه? للخط المستقيم الف ايه بيه. يلا بينا نجيب ميل بيه جيم. هيبقى بردو تفرق الصدات على فرق ايه السين اتنين. صاد اتنين ناقص صاد واحد على سين اتنين ناقص سين واحد. هيبقى واحد ناقص خمسة على تمانية ناقص اتنين. هيطلع الميل عدد سالب سالب اتنين على تلاتة. معنى كده ايه? معنى كده ان ميل الف به لا يساوي ميل به جيم. طبعا اذا نقطة جيم لا تنتمي الالف ايه به. وهو المطلوب اللي انا عايزه. مثال اخر يا ولاد اوجد قيمة صاد بحيسه يكون المستقيم المر بالنقطتين تلاتة وستة وسالب اتنين وتلاتة صاد عموديا على محور الصادات. ميل المستقيم العمودي على محور الصادات يا ولاد بيسوي ايه? ميل المستقيم العمودي على محور الصادات اللي هو بيسوي سفر ازاي? لان المستقيم هيوازي محور السناء هيكون عمودي على الصادات وفي نفس الوقت بيوازي محور السناء يبقى الميل بيسوي سفر. طيب فاكرين الميل بقى بيسوي ايه? صاد اتنين ناقص صاد واحد على سين اتنين ناقص سين واحد. طيب عشان الميل ده بيسوي سفر? هناخد الصادات اللي ايه صاد اتنين ناقص صاد واحد ونعوض ونسويها بالسفر. هتبقى تلاتة صاد ناقص ستة بيساوي سفر. هنحل لها كمعادلة. تلاتة سلب ستة هتمشي. هتروح الناحية التانية هتغير اشارة. هتبقى تلاتة صاد بتساوي موجة بستة. صاد عايزة تقعد لوحدها هتمشي التلاتة من جنبها. هتبقى صاد بتساوي ستة على تلاتة. والستة على تلاتة فيقى الاتنين. وصاد بتساوي اتنين. وبكده نبقى آآ انتهينا من الفيديو. الى اللقاء في فيديو اخر.